وفايلة معلم كالرود والسهلة قد تشجيل لا يريد حالة كالرود والكاميرا هذه مناسبة نجوب على أسئلة اسمها الكاميرا اي بي اخوان سوّلونا الكاميرا اي بي كي باش نزيدها مع الفيديو فون اي بي دهوة انا غالبا لا يكون لدي المطريع نحطر الى نوع من الموادع نرى الطريقة تستخدم الكاميرا اي بي للكاميرا اي بي نقدره نغذيوها نعطيوها لاليمونتاسيوم بعيدة طرق اما كنركبوها مع واحد سويتش لو كان لدينا السويتش بي او اي وكان الكاميرا بي او اي كناليمونتوها من خلال الكابريزو السويتش بي او اي او لو كان لدينا الان في اير مثلا حساوة او فيلي سورتي ايرجي 45 كي خارج هذه المونتاسيوم كان غديوها من الان في اير اذا ما عندنا شهادو جوج بيهم كان قدروا نغذيوها من هاد الفيش هادي ديال الاليمونتاسيوم 12 كم بعد موديلات ما فيهم شهاد الفيش ديال المونتاسيوم ودروريك ان تنجيكتل الاليمونتاسيوم في الكابريزو اذا ما عندك شي ما عندك شي الان في اير ما عندك شي سويتش بي او 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 وما فيها شهاد الفيش هادي هاني اغلا تحتاج هاد هاد اللي كيتسمى الانجيكتر بي او اي الانجيكتر تكون حوالي تقريبا 50 فولت المهمة في الالي هادي غدي نركبها باش ننضيفها مع الفيديو فون وكذاك غنضيفها حتى موحل ال اكس في اير مع عملي شي البي او 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 وغدي نغديها غدي نغديها بغيب 12 فولت نقدر نعمل الانجيكتر هنشو كيفاش نبكي ديك ديك الكابلي كيشيت الزرق والقهوة في هم نظيفها تغذية نجبوت المهمة اول حاجة كاميرا جديدة ضروري منعه الانيسيالزازيون نعطيها موضو باس ونعطيها الادرس اي بي مثلا انا عرف الريزول الذي سنخدم فيه اذا سنعطيها اذا سنعطيها اذا سنعطيها الانجيكتر ونعطيها الموضو باس ضروري بدل الموضو باس بردوية الدهواء لدينا هذا الانجيكتر كيف نعمل الانجيكتر كيف نعمل الانجيكتر ونعطيها الانجيكتر ونعطيها الانجيكتر بخصوص نعمل الهاتف اضغطي جهاز الروتور اللي سيقوم بتصبح حاسوب مع الكاميرا يعني الروتور الحاسوب والاستخدام برنامج طول بوكس سوف نفتح. اوكي. هذا. سوف نفتح المفتاح. وهذا وهذا. ها. اخرى لكاميرا التي هناك في هذا الرزو. كاميرا هي طلعز. الادرس ايبا اثمانية. ما زالها نحن انشاء. اذا سننشيها. ونعملها انشاء. هناك يقول الدخل المودوم باس.. ها هنا انيت! ادي العادة الوهور 408 وبهم يتم إخفافه بدنا نريدا ندخل في ايضا نحن هنا هنا ونضح لها بالنفيجاتور مية وثمانية هيا طبعا سنبدل هذه الادرسة لان برودي الدهوة كاملة يأتي مية وثمانية لن نجعل هذه الادرسة نعمل مودل باس ونقوم بموضع وكما تلاحظها هي طلعت الصورة هنا اذا أريد أن نبدل بعض البرامتر كمشين هدا السيتيل نحن نضبط قليلا نحن نضبط قليلا نقوم هناة سيتين ونقوم بمقارنة العدد التي تريدها بمقارنة الريزور لتحضر التواصل ونقوم بشراء الادرس لتجعل الادرسة الأدرسة وهذا أريد أن نقوم بشراء الادرسة مثلا سنتيحة في الادرس 148 148 ودفو قتوة الباسريل عندي في الريز اللي غادي اركبها فيها هاد القتوة هادي او الباسريل بس لديها ركبة واحد ميتين واربعة وخمسين الروتور دي الاتصالة المغرب في بروبسيك ميتين واربعة وخمسين ميتين واربعة وخمسين ونعمل سيف اعطني الادرس اخرى باش ندخل الى 148 اللي عملت له نعمل له مودو باس يوزرنام ومودو باس الطريقة باش يقدر يشوف اخور هاد الكاميرا بالنوع ديال هاد الكاميراس اي بي عنده عدة طرق باش يشوفها اما يقدر يخدمها بهذا الطريقة هيدا يعني كاميرا يعملها في الريزو ويشوفها بالحاسوب هادي واحد طريقة يقدر يدير يقدر يدير بلادي في اير والان غادي مشير كباب شانتي الفيديو فون هو هادا الكاميرا هم بلاصيها فوق هاد الباب بشتشوف هاد الصورة هادي فات الشارع هادا الفيديو فون اه بلادي عش هادا هنها الفيديو فون عندي مجموع فات السويش بي او اي هاد الكاميرا هادا و هادا انا قطعت ذلك الزرق و القهوة كما تشاهدون حييتهم الارجي لانما احتمان و لاكي يكونوا الان الموتاشون قطعتهم من هنا و جيت الفوق من لورة الكاميرا و اجبتهم و سنقومون بها و سنتدخل هنا في هذا البطاة الان الموتاشون تزال عندي خووية نكون تسويش بي او او اي و انها طريقة انا او او صفحة هذا الكابل الزرق والقاوي يكون فيهم تصغير 50 فولت هذا هو الزرق والقاوي وصحي لبارة 12 فولت وصلة إلى الكاميرا وفي جهة الكاميرا قمت بعمل نفس العملية أخرج الكابل القاوي والأزرق وقمت بعمل الفيش الاليموتاسيون تصغير 12 فولت كيف يمكننا أن نرى هذه الصورة هذه الصورة ترى هذه الشريعة نرى المونيتور ونقوم بإضافة كاميرا نضغط على الزائد وندخل له هنا الاسم والأدريس اللي نقوم بعمل 148 161 148 المدوب باس اللي نقوم بعمل الكاميرا صافي ونقوم بعمل هيا كما كتبها يطلعت لي نقوم بعمل كالتينية الصورة اللي شناده بعد هذه الطريقة اللولانية باش نضيفها مع المونيتور قاعد المونيتور سنضغط عليهم باش نضيفهم في الجميع المونيتور هنا هنا هي الفيديو فون هذه الكاميرا وهذه كاميرا اللي زدنا اي بي رجعوا نشوفوا الطريقة الثانية وهو بالنفيجاتور بالحاسوب في هذا فريزو لوكال كنفتح واحد نفتح واحد النافيجاتور ونطبط الادرس ديال الكاميرا اللي عنا 148 مثلا كتتحل معنا الكاميرا عادية لدينا كاميرا في هاج الحاسوب في الخارج في ريزو لوكال هذه هي السورة طريقة الثالثة هوا تشوفوا اى distانس باستخدام لأستخدام لأستخدام ديالله بادي الفريزو لوكال ومبعد مبعد نفتح لأستخدام نخزارو كاميرا ونفتح الـ XVR عادي. بالـ QR Code و بالـ Modo Pass. وكنا نعملو وصابه كطلعنا الكاميرا في الـ Application DMSS. الطريقة الاخرى غادي نضيفوها مع 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 الـ XVR باش نشوفوها مع الكاميرا انالوجيك. هادي الطريقة هادي كان الفيديوز دياله أسباق لي تقدر تكلمس عليها. أمر بسيط جدا. شكرا اخوان مشاهدة والسلام عليكم.